أم عبد الله تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا تفضلي أم عبد الله أنا عندي ثلاثة أحلام قلهم اكسر الوقت ضيق وسمعت الأخوان يقولون أن المسجات والاتصالات والوقت الآن انتهى يعني تقريبا ما عد باقي شيء يعني اكسرهم حتى يمكن تفسيرهم مسج يقول الأخوان الآن مسج واحد وبعدها إن شاء الله نأخذ تفضلي أمري عندي حلم شاسمة بنتي حلمانة فيه إن واحد من أخواني داش علينا أنا وأمي وأختي قاعدين يعني في بيت الأهل مع عيالي داشي إنه يبتشي بس مبسط عليه تنزل دموعه ولمنا واحد واحد وأكثر شيء اللي لمها أنا وإحنا كنا نطالع يعني مبتهرين ليش يعني شنو فيه ما ندري شنو فيه طيب طيب ممكن أقول الثاني إن شاء الله إحنا جاسين إن شاء الله دادركتي إن شاء الله دقيقة بس والله ما ياخد دقيقة والله يعني الآن أنت خذيتي دقيقة خلينا إن شاء الله الموجودين إن شاء الله يا أم عبدالله حقيقة يعني أنا أقول للأخوة والأخوات جميع يعني عذرا حقيقة ما شاء الله الوقت ترون يعني ساعتين وحتى يعني فاصل لم نأخذ بسبب يعني أن نلبي حاجات الأخوة فنقول عذرا الذي لم يستطع يعني يدلي بدلوه في باب الرؤى والأحلام وإن شاء الله الأيام القادمة نسأل الله لمتعنا وياكم إن شاء الله بالصحة والعافية وأن يديم علينا إن شاء الله هذا اللقاء وأن نتواصل معكم على البر والتقوى يا أم عبدالله بالنسبة لرؤية الأخ في المنام رؤية الأخ إنما يعبر بالقوة كما قال سبحانه وتعالى هارون أخي أشدد به أزري دخوله في المنام يبكي البكاء إذا كان بدموع فقط فيدل على الفرح ويدل على السعادة كما قال عيسى والسلام عينان لا تمسهم النار عينهم بكت من خشية الله السلام وأن يضم الإخوان هذا محبة إن شاء الله بين الإخوان نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق العلم عند الله نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر